وأخيراً شركة أونر دخلت عالم الهواتف القبلة للطاي والموبايل دوت من الآخر مواصفاته حلوة وهي حلوة فعلاً بجد حلوة جداً بس خد بالك هنا السعر السعر بتاعه ما تشافوش استعمل مواصفات واهرب اهرب على طول ما لكش لعب لسعره خالص تمام؟ وأهلاً بكم في حلقة جديدة من قناة متك وجلا بنا نبدأ ظهر الموبايل دوت بيجي مصنوع من الإزاز أو من الإيكوليزر لساً المعلومة ديت متأكدتش بشكل كافي وأكيد طبعاً الفريم من الألمونيوم وبدعم تركيب شرحتونه اتصال من نوع النانو مع دعم شبكات الجيل الخامس وطبعاً كعادة أي الموبايل رائد استغنى عن مدخل السماعات التقليدي 3.5 بس أكيد برضو صوت الخارجي هنا هيجي استريو بما أن يعني قلت لك إن السعر عالي قوي 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 ولما نيجي نبص على ظهر الموبايل بنلاقيه بيجي بتلات كاميرات خلفية وبرضو كلهم بنفس الدقة اللي هي 50 ميجابيكسل ودي صراحة حاجة كويسة مش حاجة وحشة كلهم بدقة عالية يعني تديك أداء ممتاز ونيجي بقى نمسيقهم واحدة واحدة ونعرف استخدامهم الكاميرا الأولى ديت الكاميرا الرئيسية بفتحة عدسة F1.9 وديت فتحة عدسة مش واسعة أوي ولا هي داية أوي مع أني لو كانت تكون أوسع كانت تكون أفضل فعلاً في التصوير يعني في الأماكن اللي فيها إضاءة منخفضة وزي ما قلنا برضو إن الكاميرا التاني بنفس الدقة بفتحة عدسة F2.0 وللأسف لسه منعرفش استخدامها وأكيد طبعاً الكاميرا التالتة هي كاميرا ألترا وايت وبفتحة عدسة F2.2 وتقدر تصور بزاوية 122 درجة وبيجيوا معهم في الليش لدو مزدوج وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 60 طرف الثانية أما بقى بالنسبة للكاميرا الأمامية فبتجي بدقة 42 ميجابيكسين وبفتحة عدسة F2.0 وتدعم تقنيات البندراما والHDR وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 طرف الثانية وطبعاً من ناحية دا الكاميرات دا فزي ما قلت إن الكاميرات أكتر حاجة محبش أحكم عليها من الأرقام لازم تتجرب نجي بقى لشاشة الموبايل زي ما قلنا إن الموبايل دوت قابل الطي يعني فيه شاشتين من شاشة واحدة الشاشة الرئيسية اللي فيه اللي هي الكبيرة بتيجي بمساحة سبعة وتسعة من عشرة بوصة يعني يعتبر تمانية بوصة مع نسبة استحواز بتوصل لتمانية وتمانين في المية ودي طبعاً نسبة كويسة جداً بدقة 1984 في 2272 بيكسل وبكسافة بيكسلات 381 بيكسل كل بوصة وبتدعم مليار لون وتكنية HDR10 Plus وبتيجي بمعدل تحدث عالي واللي هو التسعين هرتز وبنسبة لمواصفات الشاشة فانا شايفها شاشة ممتازة جداً هتديك أداء ممتاز من ناحية استخدامها وأصح بتيجي من نوع OLED مش فاكر أنا قلت المعلومة دا اتأملتهاش معلش أما بقى بالنسبة للشاشة التانية اللي هي الصغيرة بتيجي من نوع OLED بمساحة 6.5 بوصة بدقة 1080 في 2560 بيكسل وبكسافة بيكسلات 431 بيكسل لكل بوصة وبتدعم تقنيات HDR10 Plus وكمان المليار لون وبتيجي بمعدل تحدث عالي واللي هو 120 هرتز والصراحة يعني كمواصفات الشاشة صغيرة لأ برضو شاشة ممتازة جداً كدقتها يعني المعدل تحدث اللي فيها وامكانياتها مش موجودة في بعض الشاشات التانية الشاشة الصغيرة هنا شاشة ممتازة نيجي بقى لمساحات التخزين الموبايل دوت بيجي من نسختين الأولى 256 جيجا مع 12 جيجا رام والتانية 512 جيجا مع برضو 12 جيجا رام وللأسف مش بدعم تركيب بطاقة تخزين خارجية ونوصل بقى لمصدر قوة الموبايل وهو العقل بتاعه واقصد بيه هنا المعالج الموبايل دوت بيجي من معالج سنابي دراجون اية الجيل الأول بمعمارية 4 نانوميتر ومعالج رسومي قدرينو 730 ومن ناحية يعني أداء المعالج دوت فكلنا عارفين أداء وعمل ازاي وموجود في كل الموبايلات الرائدة اللي هتنزل السنة ديت من أندرويد ما ده طبعا موبايلات جوجل وكأداء المعالج لأ فعلا المعالج جبار هيديك أداء ممتاز في الألعاب والبرامج وكل حاجة ممكن تستخدمها من غير أي تهنيج ومن غير أي مشاكل والموبايل دوت بيجي من نزام تشغيل أندرويد 12 مع وجهة ماجيك يو اي سيكس وأحب أطمنك إن هو بيجي بخدمات جوجل عادي خالص مفيش أي مشاكل أما بقى بالنسبة للبطارية فبتيجي بالساعة 4750 ميلي أمبير وبتدعم الشحن السريع بقوة 66 واط مع الشاحن من نوع طيب سي يعني تقدر تشحن البطارية من صفر لخمسين في المية في حدود خمستاشر دقيقة بس وكمان الشحن العكسي بقدرة خمسة واط وحجم البطارية هنا ممتاز جداً وصادر منافسين بتوعه من ناحية الموبايلات القابلة للطي بس كعموماً يعني حاجة البطارية بالنسبة لي دوت مش كويس الموبايل فيه شاشتين شاشة كبيرة وشاشة صغيرة تخيل بقى نفسك انت قاعد على شاشة كبيرة وقت كبير بنفس البطارية ديت هتخلص بسرعة صح؟ كان وفرد يعني زودوا الأحجام دي شوية في كل الموبايلات ديت نيجي بقى لباقي التقنيات الموبايل دوت بيدعم الواي فاي من اصدار السادس والبيلوتوز من اصدار 5.2 ومعهم كمان جيبئس وتقنيات ان افسي بس مش بيدعم الراديو وبنسبة للألوان فالموبايل بيجي بالاسود والفضي والبرتقاني ونوصل بقى للسعر ولو انت مش عايز تصدم اخرج من الفيديو اه اوعى تخرج انا بهذر اسمع السعر واخرج على طول الموبايل دوت اتعلان عنه بسعر 1600 دولار يعني حوالي 25000 جنيه مصري وده طبعا سعر اوفر 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 من غير جمارك ولا الضرائب بطوع مصر يعني ممكن كده يوصل في حدود 30-32 حاجة زي كده فسعره الصراحة يعني غالي شوية صح يعني؟ ولا انا بهرتل ولا ايه؟ صح اعتقد انك متفق معي اعتقد كده صح انت متفق معي وايوة برضو الاسعار بباقي العنوات العربية في وصف الفيديو بس كده باشا كده ان خلصت الفيديو عليك بقى يعني بما انك وصلت للاخر لايك وسبسكرايب اتفعل زر الجرس اكيد يعني الفيديو عجبك انت يعني مش هتكامله على الاخر وهو مش عجبك فزبطني كده عشان ازبطكم انتو اللي اعمل اللي جاية يلا سلامني